المطلوب من الاهلي او من لعبة الاهلي في الفترة الجاية ايه؟ شادي محمد واحد من كابتن الاهلي اللي كان كابتن كمان في الجيل الزهب المهم اللي تحمل كتير من مثل هذه الضغوطات والظروف نشوف رأيه هو اولا فيه نصيحة للعبين ونصيحة للمدير الفن اللاعبين لازم تتعامل مباريات كلها مبارات كقوس ولازم فيه جدية ولازم مهمة جدا تأمين الهدف لازم نفهم اللي دي مبارات كقوس كلاعب ودي بطولة مهمة والمنافسة شرسة حالة التركيز لازم تبقى عالية جدا لازم اعيش حياة كرة القدم اللي هي بتكلم في اسبوعين بتحسن بطولة وبطولة مهمة محببة لجماهيرك فلازم حالة التركيز تبقى عالية جدا جدا انت عامل كده احرم نفسك من كل حاجة المدير الفني دايما بيتكلم في غرفة اللبس وبيكتب الخطط وانت عتمسك وانت عتعمل انا لاعب مبيني وما بين اللعيبة لازم احنا كمان الكلام كرة القدم جزء كرة القدم جزء مهم جدا فيها الكلام التحفيز الدوافع خلق الدوافع هي نصيحة منطقية لكن مش غايبة على حد يعني مؤكد ان كل الفرق دلوقتي بتلعب الماتش بماتشو دي بقت ثقافة المدرب المصري يعني كان زمان يقولك كابتن الشيربيني بنا تديله الصحة كان يروح يحسب حلعب هنا واخد نقطة من هنا وتعادل من هنا كلام ضبيطل كل الناس بتلعب الماتش بماتشو حتى الناس اللي كان موقفها متأزم في الدور الاول شوف دلوقتي فرصها في البقاء بقت موجودة اللي اتأخر قوي وما قدرش يتدرك امره وهو ده اللي انما فانك تلعب الماتش بماتشو دي ثقافة بقت عند معظم المدربين العالم الكرة فيه ما بقيتش ما بقيتش كيميا قوي يعني ده الاول يعني يعني اسرارها خلاص بقت مكشوفة لكن اللي قادر انه يحافظ على تركيزه وعلى دوافعه ما تقلش هو اللي بيقدر يحقق بقى النتائج النهاردة احنا بنقول للاهلي لا تستسلم ها هعمل اللي عليك وشوف الدنيا هتاخدك لحد فين لانه هو ماتشو واحد يديك الدور برضو ماتشو واحد خد منك الفرصة ووضعك في الفرصة الاضعف لكن ماتشو واحد يديك الدور برضو بس بشرط انك تعمل اللي عليك فهل الاهلي يقدر يعمل اللي عليه اتصور اتصور وهو الماتش بتاع مبارح ده ماتش بر السياق والله بر السياق لو كان هناك شيء من يعني يعني انا انا بتفرج واحنا بنكلم دلوقتي يجي اربع خمس فرص من السيكس يارد الكرة بس تيجي شبر كده جوت ترجع تقابل حد جوت تخبط فحد ده وصل الامر الدربكة بتبعد الكرة عن لعبة الاقل مش عايدة تابل حظ انا عايز اقول انك انت في بعضها قرارات واستسال للمباراة بعد كده لما احتاجت بقى التوفيق وقف جنبك ما اوقفش شوف يوم من نشيل من قموسنا كلمة الحظ التركيز هو اللي هيحقق كل النتائج وده لكل الرياضات ولكل الفرق دايما وابدا التعويل على سبب خافي مش في ايد حد سهل جدا ممكن اقول لك حاجة في كل اللي جبنا لكن خليني اعمل كل اللي علي اتصرف صح اخذ القرار الصح في التوقيت الصح وانفزه بالطريقة الصح وبالتركيز الكافي والله لاحظ وانا لاحظ